السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكوبايلوت هذا شيء رهيب جدا لان انت تتعامل مع شهد GPT-4 مجانة مجنوبات تفعي حاجة فلوس خلصة دي خدمة عاملها مايكروسوفت لحيث انها تستعيس ودورتها ثانية وكذبة فلوس كثيرة جدا من خلال الناس تستخدم المصفح وتستخدم الكوبايلوت ففي شوية مزايا حلوة يكفي انت لو جهت هنا عند شهد هتلاقي هنا الدزاينر ده بخليك تعمل صور بشكل حلو جدا ممكن من هنا تقول له انا عايز اتكلم صوت تستخدم المايت ترفع له صورة تمام؟ في شوية حلوة رهيبة جدا كله جميل مع هذا ان انت هو يقول لك لغتا كله اللغتب بتاعته رخمة تمام فمحدش يجرب القصة دي في حاجة جميلة اللي جايين نتكلم عليها النهاردة موضوع البلاجين البلاجين ده حق كوي جدا سيرش لما تكتب اي حاجة يبدأ انه يفعل لك سيرش ويضوالك عن نت ويجيب لك المصادر اللي تكلم من خلالها دي كلها بلاجين بتديلي تنظيم للأفكار في مثلا حاجات خاصة بالفنادي الموجودة مثلا بالشوب دي كلها بلاجين فكرة انه يفعل لك البلاجين دي خطيرة جدا لان بتسمح ان الناس كتير تعمل البلاجين وتدخل حاجات موجودة في حاجات مثلا ان انت عايز تدور تقرب بين اسعار حاجات مثلا ان انت تشوف المحلات حاجات انه يكتب لك غاني مثلا وهكذا فكرة البلاجين ان انت تعمل حاجة منافسة تكتب سبعة تلاف ساطر كود لا انت ممكن خامسة سطور كود بشكل معين يبدأ يدي خدمة اضافية يدي قوة اضافية مثلا في برنامج الورد لما تجد بلاجين متخصصة في السيفي فتوفر عليك وقت كتير او بدل ما تبتدي من السفر تجد حاجات تساعدك في ان انت عمي السيفي او جرام عليه يبدأ انه يتأكد ان انت كانت صح فكرة البلاجين كما حدث في برنامج الورد فكرة البلاجين بدأ انه يدخل حاجات كثيرة جدا حتى OpenAI فتح البلاجين على البحري اي حد بقى في سطور فتقدر تعمل بلاجين وترفعه وتأكد ان انفوش فيروسات ويفعله مع الناس فلو انت بتستخدم شد جبتي جرام بتستخدم كوبايلوت هتلاقي القوة ضعفة معاك وابقى اقوى بكتير